بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين سينكسار اليوم الخامس والعشرين من شهر طوباء المبارك نياحة القديس بطرس العابد استشهاد القديس أسكلاس في مثل هذا اليوم تنيح القديس بطرس العابد كان في أول أمره عشارا قاسي القلب عديم الرحمة بالفقراء وذات يوم جاء إليه فقير يطلب صدقة بإلحاح ولم يرد أن يعطيه شيئا واتفق وصول خادمه حاملا الطعام إليه فتناول خبزه وضرب بها الفقير على رأسه حتى لا يعود إليه مرة أخرى وفي الليل رأى في نومه رؤية كأنه في اليوم الأخير وقد نصب الميزان والشياطين تقدموا ووضعوا خطاياه وظلمه في كفة الميزان اليسرى ثم حضرت جماعة من الملائكة النورانيين ووقفوا بجوار كفة الميزان اليمنى وبدت عليهم الحيرة لأنهم لم يجدوا ما يضعونه فيها من أعمال صالحة فتقدم أحدهم ووضع الخبزة التي كان قد ضرب بها رأس الفقير وقال ليس لهذا الرجل سوى هذه الخبزة فاستيقظ بطرس من نومه فزعا مرعوبا فأخذ يلوم نفسه على ظلمه وقساوته فباع كل أملاكه ووزع أمواله على الفقراء والمحتاجين ولما لم يبقى له شيء يوزعه على الفقراء باع نفسه كعبد وتصدق بالثمن على الفقراء ولما اشتهر أمره هرب إلى برية شيهيت وترهب وسار سيرة حسنة أهلته لأن يعرف يوم انتقاله فاستدعى الرهبان وودعهم وتنيحا بسلام بركة صلواته فلتكن معنا آمين وفيه أيضا استشهد القديس أسكلاس نشأ هذا القديس في منطقة أنصنة وفي إحدى زيارات إريانسا والي أنصنة لبلدته استدعاه وأمره أن يبخر للأوثان فتمسك بإيمانه بشجاعة وثبات أمر الوالي بربطه في حصان يجري به في الشوارع حتى تهرأ جسده وتناثر لحمه ثم أمر الوالي أن توضع مشاعل نار في جنبيه وبطنه وكان الرب يشفيه ويعزيه ركب إريانس سفينة ليعبر النيل وأخذ أسكلاس معه وفي السفينة صلى أسكلاس إلى الله أن يعمل عملا يتمجد به اسم الله أمام إريانس وللوقت توقفت السفينة في وسط النهر وكأنها استقرت على شاطئ رملي حاول الجنود أن يحركوها فلم يستطيعوا فطلب إلى أسكلاس أن يصلي إلى إلهه لتتحرك السفينة فلما صلى تحركت السفينة في الحال لكن الوالي تقس قلبه فربط في عنقه حجرا كبيرا وألقاه في النيل فاستودع روحه الطاهرة في يدي الرب ونال إكليل الشهادة بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين دفنار اليوم الخامس والعشرين من شهر طوبة المبارك نياحة القديس بطرس العابد والشهيد أنا أرتل لإسم الرب العالي كما عشارا قاسي القلب لا رحمة فيه حتى أنه كان يدعى من كل إنسان الرجل القاسي عديم الرحمة فرحمة الله الذي لا يشاء موت الخاطي تحنن عليه وباتفاق من الله وكثرة رحمته أقبل إنسان مسكين وطلب منه كسرة خبز فخطف خبزة من غلامه بحنق عظيم وطرحها في وجه الرجل المسكين ليس على سبيل الرحمة بل يعرف الرجل المسكين بأن لا يرجع إليه ولما أبصر هذا القديس في رؤياه كأن من يحاسبه وأحضروا كل خطاياه وأناس سود المنظر وضعوا ميزانا وأقبلت أيضا أناس منيرون فأحضروا ذلك الرغيف وضعوه في كفة الميزان وبرحمة الله تساوت الكفتان ببعضهما وبعد هذا انتبه بخوف ورعدة عظيمة وفرق جميع أمواله وأعطاها للمساكين ومضى إلى الغربة وباع نفسه وأخذ ثمنه وتصدق به على المعوزين وأتى إلى جبل شيهيت وصار راهبة وأكمل سعيه مرضينا المسيح بصلواته يا رب أنعم لنا بمغفرة خطايانا فلنسبح مخلصنا محب البشر الصالح وأباه غير المدرك والروح المعزي القائل من ذاته في إنجيله إني أريد رحمة لا ذبيحة وأيضا قال طوبى للرحماء فإنهم يدعون أبناء الله والرحمة تفتخر يوم الدين وأناس غصبون يرثون الحياة يسوع المسيح المتحن مخلص الأنفس الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا قد اختار هذا الرجل البار أعني بطرس الطوبوي القاس القلب العديم الرحمة الذي كان عشارا فوضع الرحمة في قلبه ومحبة البشر التي لا ينطق بها حتى أعطى كل ماله حتى القميص الذي كان على جسمه أعطى كل ذلك للمساكين والأرامل والأيتام والأديرة ولكنائس المسيح ولم يكفي هذا بل ذهب إلى كورة بعيدة وباع نفسه كعبد من أجل محبة المسيح ولما قبض ثمنه فرقه على المساكين وأقام في رق العبودية إلى أن عتقه المسيح فأتى إلى جبل شيهات ونال الإسكيمة الملائكي وتنسك بغير انقطاع ليلا ونهارا وأخيرا أكمل سعيه وتنيح مع كافة القديسين في ملكوت السماوات التي هي كورة الأحياء وفي هذا اليوم المقدس تذكار القديس المجاهد الأنباء أسكلا شهيد المسيح أطلب من الرب عنه ليغفر لنا خطايانا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا